قال الرئيس السيسي إن قرب استضافة مصر للدورة 27 لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذي تطلع به قضية تغير المناخ في مضاعفة تحديات السلم والأمن في القارة الإفريقية كما أشار السيد الرئيس إلى أن قارة إفريقيا تعد الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ خاصة فيما يتعلق بمشكلة التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية يتزامن انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى مع قرب استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ حيث ستمثل مناقشاتكم خلال اليومين القادمين فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذي يطلع به تغير المناخ في مضعفة تحديات السلم والأمن في إفريقيا لا سيما أن قارتنا تعدل أكثر عرضة لآثاره السلبية خاصة فيما يتعلق بمشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية وما يرتبط بذلك من تقويد لجهود التنمية إضافة إلى العواقب الخاصة باستغلال الجماعات الإرهابية للسيطرة على موارد القارة الأمر الذي يتطلب الإسراء في تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية تجاه قارتنا الخاصة بالتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومضاعفة التمويل الدولي المخصص له وتعزيز القدرة على الصمود والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر وفعال في قوت بناء السلام وضمان استلامتي